بعد نحو أربع سنوات من التوقف حطت أول طائرة في المكلة كتدشين لبدء تفعيل النشاط الجوي وفق مسؤول ملاحي لوسائل إعلامية فإن طائرة أممية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وصلت السبت الماضي إلى مطار الريان الدولي قادمة من مطار عدن بموافقة رسمية من هيئة الطيران المدني الخميس الماضي أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمنظمات الدولية وإلى جميع الشركات الطيران العاملة في الجمهورية اليمنية بجاهزية مطار الريان للعمل وبحسب التعميم فإن فتح المطار للتشغيل يأتي بعد استكمال تجهيزه لاستقبال وتوديع الرحلات كانت تنظيم القاعدة قد سيطر على ساحل حضر موت في أبريل 2015 ما تسبب بإغلاق مطار الريان ورغم تحرير الساحل في مايو 2016 إلا أن الحياة المدنية لم تعد المطار بعد دخوله تحت سيطرة الإمارات التي حولته إلى قاعدة عسكرية لقواتها ومنفذ لجستي لحلفائها وكان وزير النقل صالح الجبواني قد اتهم الإمارات بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان واستخدامه لنقل الأسلحة للمتمردين على الشرعية حاليا يتوقع أن يشكل استيناف مطار الريان لنشاطه مفتتحا لبدء نشاط الخطوط الجوية اليمنية ما يعود بالنفع على المواطنين العالقين داخل وخارج اليمن وقد ربط مراقبون الإعلان عن استكمال جاهزية مطار الريان بزيارة السفير الأمريكي لدى اليمن كريستيفر هنزل للمكلة وتصريحه بدعم واشنطن لدعم تجربة حضر موت التي وصفها بالمتميزة وهو ما يعيد للواجهة السؤال عن مستقبل مطار عدن العالق في اتفاق الرياض